بص أبا أحب الأهلي جدا بس مش هو واصي عن نادي الأهل حلو حلو كلمة دي بصراح أبا عشاءه وما بقبلش كلمة عليه وعندي من أولوياتي في حياتي نادي الأهل ولما بلعب نادي الأهلي وعندي أي حاجة بعدما بطلت كل حاجة تتلغي قصاد اللي أنا لا مش عمل أي حاجة غير ده الأهلي عشان ده صاحب الفضل علي ده ده النعمة الكبير لربنا الدهاني ده أي حاجة حضركة ما بتستضيفني بتعمل التقرير ده أنا قاعد فخور مبسوط بالبطولات اللي اترافت طبعا طب لها أنا وفي مكان تاني كنت حرف على البطولات دي كلها يبقى النادي ده صاحب خير علي مدارس ولادي على المستوى الشخصي أنا بعلمهم بستثمر فيهم مين السبب الأساسي أنا أنا تعبت وشأيت وكل حاجة بس لو لا النادي العظيم بجمهوره بإداراته بزمائلي اللي كانوا موجودين ما كنتش وصلت لده فأنا مؤمن ده بغيور على النادي الأهلي شويتين ففي الوقت ده بقى أي حد كان بيقول كنت بروس مش شاير يا عم شادي يا كابتل شاير الموضوع أقل الموضوع بصريت يا مثلا لو قلت رأي عادي يعني عديه يعني إحنا نفتقد حاجة بقى مفروض إحنا من سن بعض ونسينا حتة إخرج كده من القوس اللي انت عشته ككابتل للنادي الأهلي دخلت مجال تنتقط عادي ويوشاد بيك عادي اللي تقل عليك بتقدم حاجة كويسة كل ده أوكي ليه لما نختلف وده أنا ما بعملوش ما نتكلمش ليه بقى في لغة حوار محترم لا وبعدين إعلامي يطلع يقول عارف ليه كارين هقول لك بيبقى في مجموعة عايزة ميل يمين شوية المصلحة ما فيبقوا قريبين من كارين شفت إيه الحق كابتن شادي محمد فرمك أطعب ده ده بص خلص عليك اللي بقى رد عليه اقبز انا بقى عمري عمري ما حد لعب فوداني وأول حاجة بعملها الموضوع ده مش هتكلم فيه هم